موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية وحلقة جديدة ببرنامجكم صوت الفلاح الحقيقة النهاردة عودة مرة أخرى للمحافظات النهاردة هنتكلم عن محافظة تعتبر من أهم المحافظات الزراعية في مصر وهي محافظة الغربية حضراتكم عارفين أن احنا متعودين كل فترة لازم نستضيف زملائنا السادة وكلاء الوزارة بالمحافظات المختلفة علشان نتعرف على آخر المستجدات الزراعية في كل محافظة ونحل مشاكل أهلنا الفلاحين في هذه المحافظة النهاردة معنا محافظة الغربية لذلك يسعدني أن أرحب بضيفي العزيز الزميل العزيز الأستاذ الدكتور خالد أبو شادي ووكيل وزارة الزراع بالغربية برحب بحاجة الدكتور برحب بسيادتك وبسيادة المشاهدين وبأسرة البرنامج وقناة مصر الزراعية وكل عام وحضرتك بخير بحاجة بخير أنا سعيد نحك معايا وطبعا يعني أنك جاي في الجو الحر من الغربية الهنا فده شيء بيسعدني وأنا أسعد والله يا دكتور حامد نتعرف حضرتك قامة وقيمة كبيرة جدا ربنا يعزك وأستاذنا الفاضل ربنا يعزك ويعني بنشرف أن احنا نقعد قدام سيادتك ربنا يعزك ربنا يعزك كما طبعا في البداية قبل ما ندخل في محاور اللقاء ونتعرف على الزراعة في الغربية وآخر المستجدات والاستعداد للموسم الشتوي خلينا نتكلم على زيارة معالي الوزير بالأمس لمحطة البحوث الزراعية بساخة وطبعا حضرتك كنت موجود في هذه الزيارة أنا برضو عاوز أنوه أنه دكتور خالد أبو شادي كان الرئيس السابق لمحطة البحوث الزراعية بساخة وحضرتكم تعلموا جيدا أن هذه المحطة بتعتبر من أكبر المحطات البحثية في منطقة الشرق الأوسط الحياة نفخر بها نفخر بها جميعا فهذا شيء الحياة والدكتور خالد الحياة كان ليه دور كبير جدا في النهوض بهذه المحطة طبعا دكتور محمد هو دلوقتي مدير المحطة وبرضو زمننا العزيز ومن الشخصيات المحترمة جدا والمجتهدة جدا والحياة بيسير على نفس الضرب في النهوض مع الدكتور مجد السماحي ووكيل المحطة بالمحطة بصفة عام طيب خلاني اتكلم على زيارة معاوز الوزير هو حضرتك طبعا محطة بحوث سخة من المحطات البحثية وأكبر محطة موجودة في مصر وفي الشرق الأوسط ودي المحطة اللي بتتميز بشغلها كله في مجال استنباط المحاصيل الحقلية وخصوصا المحاصيل الرئيسية الاستراتيجية زي محصول الدرة ومحصول الرز الأمح الشعير الفولي البلدي كل المحاصيل الاستراتيجية شغالة فيها محطة بحوث سخة والهدف الأساسي هو استنباط الأصناف اللي بتتفوق في الانتاجية واللي بتقاوم للظروف البيئية الغير مواتية وخصوصا احنا داخلين على فيه التغيرات المناخية والظروف اللي بتمر بيها مش داخلين احنا فيها بالنفاع فيها طبعا واحنا لازم نواكب بالأصناف بتاعتنا ونستنبط حاجات جديدة على أساس نواجه الظروف دي فمحطة بحوث سخة طبعا محطة عريقة وطبعا من سنة ستة وستين تم إنشاء هذه المحطة في عدد كبير من المعاهد البحثية ممثلين داخل محطة بحوث سخة كل المعاهد اللي موجودة في مركز البحوث الزراعية ممثلة داخل محطة بحوث سخة المحطة فيها أكتر من 80 قسم بحسي موجودين داخل المحطة فيه المعاهد الرئيسية وفيه المعاهد اللي بتعاون المعاهد الرئيسية زي معهد المحصيل فيه طبعا معهد بحوث وقاية النبات معهد بحوث أمراض النباتات الحاجات دي لابد لها دور عشان تقيم الأصناف اللي بيتم استنبطها وعشان تخش تتم تسجيلها ويوصى بها كأصناف تجارية وتخش في خريطة الصنفية للمحاصيل الحقلية اللي بتزرع سواء في منطقة وجه بحري أو اللي بيثبت عدم إيجادته في المكان وجه بحري ممكن بنقله لو انكسرت حساسية الصنف تمام لمرض معين أو لحاجة معينة ممكن بنقله لوجه إبلي بحيث اللي ممكن يجود هناك وما نرميش المواد الوراثية بتاعتنا اللي احنا استنبطناها طبعا فمعالي الوزير شرفنا يوم السبت الماضي وكان معاه محافظ كفرشيخ وكان عدد كبير موجود من السادة النواب سواء كان مجلس الشيوخ أو مجلس النواب كانوا حاضرين اللقاء بالإضافة إلى الناس المهتمة بصناعة وإنتاج التقاوي لأن اليوم كان يوم يوم الضرة اليوم السنوي بتاع محصول الضرة طبعا الضرة في التوقيت ده وصل لمرحلة النطج الكامل وبدأت الهجن المستنبطة والحاجات اللي احنا عاوزين نسواها واللي عاوزين نعرف الشركات القطاع الخاص ونعرف المزارعين بتاعنا على الهجن الجديدة فده كان معاد مناسب جدا لزيارة شرفنا معالي الوزير وضيوفه وطبعا محافظ كفر الشيخ كان موجود والتقينا في محاطب بحوث ساخة وتم عمل برزنتيشن عن الشغل اللي موجود في قسم بحوث الدراء الشامية والبرنامج البحسي ومعالي الوزير ألقى كلمة برضو ووجه فيها التوجيهات بتاعته وطبعا الرؤية والهدف كله ان احنا عاوزين نرقى بالانتاجية العالية ويبقى عندنا الأصناف المتميزة والهجن المتميزة بالنسبة لمحصول الدراء اللي عاوزين ننافس القطاع الخاص اللي موجود فيها لان طبعا الدراء زي ما انت حدثتك عارف في شركات قطاع خاص بتنافسنا ولها هجن خاصة بيها فلازم احنا نبقى الهجن بتاعتنا متفوقة ومتميزة ما كانتش على نفس المستوى ما كانتش حتى تتفوق تبقى على الأقل ما على نفس المستوى بتاع الهجن اللي موجودة بتاع القطاع الخاص وانتقلنا طبعا للأماكن اللي بنحفظ فيها المواد الوراثية اللي موجودة داخل محطة بحسقة اللي هي التلاجات اللي موجودة استعرض معالي الوزير وشاف الهجن وشاف الأماكن بتاع تخزين السلالات أو المواد الوراثية برضو حضرتك عندنا الخط المسؤول عن انتاج التقاوي بتاع الدرة وازاي الدرة بيخش وازاي بيتم انتقاء اي شيء غريب او اي نبات غريب او كوز غريب داخل المحصول اللي داخل عشان احافظ على النقاوة الموراثية بتاع الهجين اللي داخل وبعد كده بيخش على المجفف على اساس اجفف الضرة بحيث يوصل لدرجة الرطوبة المناسبة اللي هتبقى 12 درجة او مش هيزيد عن 13 درجة موية عشان يبقى سهل بعد كده ان انا اخده افرطه وابدأ اتعامل معاه وابدأ اغربل واعد التقاوي استعدادة للموسم الجديد ان شاء الله اللي هو 23 انتقلنا بعد كده الزيارة للبرنامج البحسي البرنامج القومي لانتاك تقاوي الخضر نزل في معالي الوزير واستعرضنا الموقف هناك في الصوب والموقع الجديد والبرنامج اللي انت عارف تقاوي الخضر حضرتك بنستورد كميات كبيرة ولازم بقى مش كميات كبيرة ده معظم تقاوي الخضر معظم تقاوي الخضر انا الاوان ان احنا نعتمد على نفسنا ان شاء الله ده مطلب قومي مطلب قومي وده كان مطلب القادة السياسية ده بتوجهات القادة السياسية تقاوي الخضر وان شاء الله الزملة مستمرين والبرنامج مستمر ان شاء الله بعد كده تم زيارة البرنامج البحسي لمحصول الدرة الشامية وشوفنا الهجن الجديدة اللي تم استنباطها سواء كانت هجن سلسية او هجن فردية سواء بيضة او صفرة وطبعا استعرض البرنامج البحسي كاملا ووقف على كل المستحدثات الجديدة الخاصة بالاصناف دي بالهجن اللي موجودة وبعد كده انتقلنا البرنامج البحسي لمحصول القرص استعرض برضو حضرتك كل الشغل الجديد وشوفنا الديمنستريشن بتاع الاصناف بتاع الرز ومجموعة الصوبر المجموعة الرز العملاق الصوبر رقمية الصوبر تلتمية صوبر تلتمية وتلتمية واحد والبرنامج طبعا مستمر وشغال حاجة فعلا شغل عظيم جدا ومفخرة عظيمة طبعا معالي الوزير وضيوفه الكرام يعني اسنوا على الشغل وشافوا مجهود الزملاء البحسين في محط بحوث سخة بعد كده انتقل لزيارة محط البحوث الانتاج الحيواني بمحط البحوث سخة ويجهاز كان يوم السبت دايما معافل كان يوم السبت وحضرتك جهاز مشروعات تحسين الأراضي في سخة برضو زاره انتقلنا بعد كده لمحطة الغربلة عشان يشوف مدى استعداد الإدارة المركزية لانتاج التقاوي للموسم الجديد طبعا احنا من غربل دلوقتي تقاوي الأمح واطمأنا على الموقف وعلى الأصناف بتاع الأمح اللي هندخل بيها الموسم الجديد الموسم الشيطوي خلاص على خير بأمر الله شاف المنظومة وشاف الشغل واطمأنا على الكميات اللي موجودة طبعا عندنا كميات تقاوي السنادي ان شاء الله كميات كبيرة جدا لم يسبق لوزارة الزراعة أو للإدارة المركزية لانتاج التقاوي انها تحصى بهذا الكم الكبير من الكميات التقاوي ان شاء الله اللي هنخش بيها وده طبعا دعم كبير من معالي الوزير اللي هي قطاع انتاج التقاوي وفر كل الإمكانيات فان شاء الله يبقى الفلاح بتاعنا في الموسم الجديد بأمر الله حيبقى حيلائي طلباته والخريطة الصنفية حيتم وضعها بالنسبة للأصناف الأمح بحيث الأصناف اللي تجود في منطقة بحري هتشتغل في بحري واللي في إبلي حيروح إبلي عشان نبقى ملتزمين ونحافظ على الانتاجية بتاع محصول الأمح اللي هو المحصول الاستراتيجي اللي كلنا بنسعى نحن نوفر أكيد رغيف لهيش أكيد بعد ما انتهى من الزيارة دي في محافظة كفر الشيخ وهو راجع كان لنا الشرف ان زارنا في محافظة الغربية وزار أحد حقول الاكسار اللي موجودة في محافظة الغربية في منطقة سيبر باي وده كان حق لحوالي عشرين فدان منزرع بالصنف سخة سوبر تلتمية وكان موجود الزملاء الباحثين والدكتور محمد سلمان أرز أرز وشاف الصنف وشاف المرحلة اللي موجود فيها الصنف في الفترة دي وطبعا الصنف طبعا متميز جدا صنف عملاق من الأصناف إن شاء الله اللي انتشرت بسرعة وميشي لوحده والناس كلها هي اللي بتدور عليه نظرا للكفاءة المحصولية العالية والقدرته على إنتاج كميات كبيرة من وحدة مساحة والصنف ده حضرتك برضو متميز في مواصفات الأكل الحب عريضة والزوء بتاعه مرغوب للمستهلك المصري والصنف ما بيحتاجش كميات كبيرة من المالية وإنتاجه عالية يعني بنوصل لأربعة ونص خمسة ونص طن من وحدة المساحة اللي هي الفترة فكاد زيارة رائعة يعني خليني بالمناسبة دي لازم نوجه الشكر لزماننا بالأستاذ دكتور حمدي موافي أعتقد هو المسؤول عن هذا البرنامج هو زملاء والحقيقة لأنه الحقيقة وأصبح الدكتور حمدي موافي له شهر عالميا الدكتور حمدي أستاذ فاضل ومتميز في إنتاج الرز الهجين ومسؤول عن إنتاج البرنامج ده ودخل من الرز الهجين لبرنامج الصوبر وطبعا إن شاء الله هو حيفجئنا بأصناف جديدة إن شاء الله في الطريق إن شاء الله وطبعا بدأ بالصوبر 300 وإن شاء الله فيه 300 واحد يمكن في خطوات التسجيل النهية وفيه مجموعة تانية هو داخل بيها حيفجئنا فهو شعل من النشاط وطبعا شرف مصر كلها وشرف الدنيا كلها في المؤتمر بتاقي المبتكرين وحصل على الجايزة أو المديلية الزهبية بمناسبة استنباطه للصنف اللي هو سخة سوبر 300 ما هو لازم نوضح على أكتور خالد للمشاهدين جميعا إنه لا ترقى الدول إلا بالبحث العلم طبعا حاجة معروفة قاطرة التنمية ولا يمكن أن ترتقي مصر إلا بعلماءها الباحثين في جميع المجالات وخاصة طبعا في المجال الزراعي الحقيقة أنا بوجه من خلال هذا البرنامج كل التحية والتقدير لكل الزملاء الباحثين في مركز البحث الزراعية ومركز بحث السحرة الحقيقة لأنه هم فعلا قاطرة التنمية في النشاط الزراعي في مصر ولهم دور كبير جدا في زيادة الإنتاجية في جميع المحاصيل ولازم نكون عارفين أنه فعلا لولى هؤلاء العلماء وجهدهم وبحثهم ونشاطهم كان بقى عندنا مشكلة حقيقية في غزائنا لازم نكون عارفين هذا الكلام لو بصينا على زيادة الإنتاجية في جميع المحاصيل منذ عشر سنوات وعشرين سنة الأمح على سبيل المثال وغيره وغيره هنلاقي طفرة كبيرة جدا جدا في إنتاجية الفدان في جميع المحاصيل بوجه لهم جميعا التحية والتقدير كل الشكر لحضرتك والزملائنا الباحثين في مركز البحوث الزراعية وبنشكرهم على المجهود الرائع والطفرة الكبيرة والنخضة الكبيرة في مجال استنباط الأصناف المتميزة فعلا لأن زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي كم فدان الأمح بيجيب 8 ردب سبع أردب وثماني أردب دلوقتي بنتكلم في 25 وثماني وعشرين وثلاثين أردب وثلاثين طبعا وثورة نفس الحكاية والرز كل المحاصيل الدنيا بقى فيها نهضة كبيرة كل المحاصيل جدا 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 بمجهود زملائنا الباحثين في مركز مجهود علمائها وباحثيها بالضبط الحقيقة حضرتك أسعدتني بالأخبار الحلوة الجميلة دي في بداية الحلقة الله يخبرك الوطحام ده أنا الأسعد ربنا يعزي خلينا نتكلم بقى ندخل على الحاجات شوية خليني للأسف عاوز أتكلم عن تعديات الغربية والله يا حضرتك إيه الأخبار لأنه يعني دكتور خالد قبل ما حاجة تتكلم وللأسف الشديد وأنا بقولي الكلام ده لأنه بيجيلي الحقيقة شكاوي رغم القوانين الصارمة ورغم الرقابة الشديدة لكن ما زالت هناك تعديات إيه أخبار التعديات في البداية؟ هو حضرتك طبعا التعديات طبعا قلت بنسبة كبيرة قلت أنا معاك لكن ما زالت موجودة ولكن فيه ناس معدوم الضمير أنا مش عارف طب الناس دي طبعاوز إيه يعني؟ يعني نعمل معهم إيه أكتر من كده؟ فيه ناس معدوم الضمير وإيه عندهم الجرأة إنهم يتعدوا على الأرض الزراعية وطبعا إحنا وغدين كل الإجراءات الصارمة وإن إحنا لابد في بداية الشروع أو في المهد بمجرد ما بيشرع إن بيحش شوية برسيم أو بيحش شوية ضراوة أو بعد محصول على أساس إن يبدأ يجير مكان أو يشد شوية خشب كده عشان يخطط مكان عشان ينشئه أو يفحر في المكان بنتصدى له على طول مباشرة في بداية المشكلة حتى لو حضرتك بيشون شوية رملة أو شوية زلط بنبدأ نتحرك والرجالة بتاعتنا منتشرة اللي هم بتوع الجمعيات الزراعية ومشرف الأحواض اللي موجودين داخل القرى بحيث ما بيشوف أي حالة بيتصدى لها في البداية ويبدأ يبلغ رئيس الوحدة عنده ونبدأ يتعامل مع الحالة بحيث أن يمنعها من أنه يبدأ ويتعدى على الأرض الزراعية طبعا وبينعمل محضر يزبط حالة في حالة لو قام بالتعدي ليلا أو في وقت في غفلة من الزمن بنبدأ نتعامل معاه وبرضه بالتعاون مع الشرطة ومع الإخوة زملائنا في وزارة التنمية المحلية وبينبدأ نجيب المعدات ونجيب الألاب بتاعتنا ونبدأ نزيل التعديات ديا ونعيد الأرض لوضعها سابق ما كان قبل التعدي وطبعا بيتحمل الرجل اللي اتعدى ده التكاليف دي كلها دولة رئيس مجلس الوزراء في شهر اثنين أصدر قرار بتشكيل لجان على مستوى القرية وعلى مستوى المركز وعلى مستوى المحافظة وتم تشكيل اللي جان ده كل محافظ في الإخلين بتاعه أصدر قرار برضه بالتشكيل ده اللي موجود ده بقى محطوط العم ده وبقى ما فيه رئيس الوحدة المحلية اللي موجود داخل القرية والزميل بتاع الجامعة الزراعية ده على مستوى القعدة تحت على مستوى المركز رئيس قسم حمية الأراضي بالإدارة الزراعية مدير الإدارة الزراعية رئيس المجلس المدينة اللي موجود في المركز مأمور مركز الشرطة وده كلنا متعاونين مع بعض بحيث ان لو حاجة فاتت من تحت يبقى المركز بتحرك وبينزل بالألات وبالمعدات والدعم الكامل بحيث ان احنا نزيل كل التعديات دي فيه لجنة عولية بقى على مستوى المحافظة بيرقص السكرتير العام بعضوية وكيل وزارة الزراعة في المحافظة ومدير الأمن أو حد من الوقات اللي موجودة في مدير الأمن وبتبقى حاجة كبيرة مكبرة بحيث كل المشاكل اللي بيتم تصاعدها وفاتت من اللجنة القاعدية أو لجنة المركز يبقى بنتعامل بيها على المستوى الأكبر وبنعمل حملات بقى مكبرة بحيث ان احنا ننزل نزيل التعديات اللي موجودة دي ولكن مكتور خالد بالرغم من كل هذه الإجراءات لكن ما زالت فيه تعديات فيه تعديات ايه المراكز اللي في الغربية اللي برضو يعني ما زال فيها تعديات هو حضرتك أنا ما عنديش غير مركز المحل الكبرى محل الكبرى هو المركز اللي فيه تعديات يعني ممكن عندي حالتين تلاتة كل يوم وبتعامل معهم على طول فورا وبتحاول أشيل المخالفة اللي موجودة رغم حضرتك العقوبات اللي اتفرضت يعني دلوقتي كل الناس اللي اتعدت على الأراضي الزراعية بناخد الاسم بالرغم القومي وبنبلغ وزارة التموين بترفع اسمه من التموين لا يستفيد بأي خدمات ومن الآيش ومن الآيش طبعا أي دعم كل الدعم على حضرتك بيرفع من على المتعدي بالإضافة ان احنا دلوقتي حطينا الرقم بتاعه والكرت بتاعه على المنظومة بتاع صرف الأسمدة كل اللي تعدى ما بدلوش أسمدة مدعامة فأصبح العقوبات عقوبات تزعل يعني حتى بعد إزالة التعدي بعد إزالة التعدي يعني العقوبة بتسري عليه بتسري بمجرد ما بيشرع ومجرد ما بناخد بيانات وبنبلغ بيها على طول فوق وبيتم التنفيذ على طول في الحال حاجة غريبة وبرضو الناس مصرة يعني بالإضافة للشق الجنائي أو الشق المحضر ده بياخد طريقه في الشرطة وبتبقى قضية وتبقى مشكلة كبيرة فأنا بناشد من البرنامج بتاع حضرتك بناشد أهلين المزارعين في جميع أنحاء الجمهورية وفي محافظة الغربية على وجه الخصوص اللي أنا بمثلها يعني الأرض هي العرض ده أكلنا وده الأمن الغذائي بتاعنا ده مصدر أكلنا وشربنا وده أمن قومي غذائي دينا طبعا والأولادنا اللي جايين للأجيال القادمة فأنا ما حستقطع جزء يبقى أنا استقطعت جزء من الأكل بتاعي من قوتي من قوتي من قوتي الأجيال اللي جاي حتطر استورده حتطر أدور على الدول اللي عندها فائض وابنستورد منها ويا أحب هذا المشكلة اللي موجودة طبعا يعني أثرت علينا كتير وأثرت على نتمنى بس يعني الناس تعي هذه المشكلة فما تبقاش القيادة السياسية حضرتك عملين بنعمل توسع أفقي وبنجيب مساحات جديدة بنضفها للرقع الزراعية وانت عارف تكاليف استصلاح الفدان حضرتك قدية دلوقتي طبعا طبعا وإحنا بنتعدى على أجود الأراضي الزراعية في مصر أجود الأراضي الخصبة بالضبط المفروض أن احنا نحافظ على كل سنت فيها على ما الأراضي دي تشتغل وتجيب الإنتاجية بتاع الأرض القديمة دي طبعا هتاخد وقت وحتاخد مجهود وحتاخد تكاليف كبيرة طيب فياريت يعني نتمنى 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 إن شاء الله أهم المحاصيل اللي تمتاز بيها محافظة الغربية كانت محاصيل صيفية أو شتوية والله يا حضرتك طبعا انت عارف من المحافظة الغربية المحاصيل اللي بتتميز بيها في من المحاصيل شتوية أهلين في محافظة الغربية أهلين المزارعين أي مشكلة أي استفسار طبعا إحنا جاهزين مع السيد وكيل الوزارة للرد عليها وحلها فورا فضل حضرتك طبعا المحاصيل اللي بتتميز بيها محافظة الغربية المحاصيل الشتوية زي محصول الكتان ده محصول رئيسي والتصنيع بتاعه ده موجود في محافظة الغربية وخصوصا في قرية شوبرا ميلس ودي طبعا القرية دي بتشتهر بتصنيع هذا المحصول بتزرح في جميع أنحاء المحافظات المجاورة وبتلم المحصول كله وبتجيبه في قرية شوبرا ميلس ودي اللي فيها المعاطن بتهدر المحصول وبتطلع بتاخد البزرة البزور طبعا بتاع محصول الكتان اللي يستخدمات كتيرة جدا والمحصول الألياف بيخش بتعطن ويطلع منه الصنعة اللي بتطلع يمكن الطن وصل حوالي 45 ألف جنيه بالنسبة لطن الصنعة فده من أحد المحاصيل اللي بتتميز بيها محافظة الغربية بالنسبة للمحاصيل الشتوية النباتات الطبية والعطرية وخصوصا محصول اليسمين ده محصول صيفي حضرتك وبيبدأ التزهير بتاعه والإنتاج في اعتباره من شهر 6 لحد شهر 10 وده طبعا بيبقى محصول يومي بناخد ظهور اليسمين دي الفدان حضرتك بيجيب له حوالي من 7 إلى 8.5 طن خلال الموسم التزهير بتاعه بيبقى من 90 يوم لمية وعشرين يوم موسم طويل وده محصول من المحاصيل اللي بيحتاج عمالة كتيرة كسيف العمالة الفدان بيحتاج حوالي 24 عامل يوميا ولو طريقة خاصة في جني الظهور دي لازم من الساعة 12 بالليل لحد الصبح بيطلع ولادنا يجمعه ظهرة اليسمين دي ويبدأ يجني ظهور في الفترة اللي هي بتاع الصبح بادري دي من 12 بالليل لحد الساعة 6 الصبح أول الشمس ما بتطلع وزهرة اليسمين دي ما جمعتش وبص لها سقطت ونزلت على الأرض بالضبط وطبعا الجودة بتاع المواد الفعالة اللي موجودة داخل زهرة اليسمين دي لما بتشوف الشمس وبتتأخر كده طبعا بتقل الجودة بتاعتها وبتتأثر تأثير كبير فده طبعا الفدان زي ما قلت لحضراتك بيجيب من سبعة لتمانية ونص طن الطن بينتج حوالي ثلاثة كيلو عجينة اليسمين الفدان بيجيب واحد وعشرين كيلو في السنة واحد وعشرين كيلو عجينة يسمين بيتم تصدير هذه العجينة بتستخلص في قرية شبرة بلولة وبتصدر دي مشهورة جدا القرية دي مشهورة جدا على مصال العالم على فتح احنا بننتج حوالي ستين سبعمائة سبعين في المية من احتياجات العالم من اليسمين العجينة بتاعته طبعا كنت متحدث رسمي كانت وكلاء الأنباء وكلاء تسألني على القرية دي طبعا قرية مشهورة ومتميزة جدا في هذا الموضوع يمكن كيلو العجينة حضرتك كان بيوصل ألف ومئتين ألف وثلتمائد دولار وممكن يستخلص العجينة دي ويطلع الزيت أو الأبسليوت اللي موجود ده بيوصل الكيلو فيه لألفين وثلتمائد دولار ماشاء الله محصول اقتصادي متميز جدا الأسعار بتاعته تعتبر مرضية بالنسبة للمزارع اللي هو زارع المحصول الكيلو بيوصل لحوالي أربعين جنيه السنة دي كان السنة اللي فاته تلاتين جنيه زاد السعر ووصل أربعين واثنين واربعين وثلاتة واربعين جنيه للكيلو طبعا الناس اللي بتجن المحصول ده بيجنوا بالتلت والتلتين التلتين للعمالة اللي بتجن المحصول والتلت للصاحب المزرعة أو المالك الأرض ده بيبقى اتفاق كده اتفاق كده مبلغ كويس مبلغ كويس وده محصول معمر موجود في الأرض ما بيتجددش كل سنة وشجرة على طول بتدي سنويا طبعا فلو نقدر معليك طبعا كل الكميات دي بيتم تصدرها للخارج بتروح فرنسا تحديدا وبيستخلصوا وبيفردوا المركبات الكيموية أو الحاجات الزيوتي اللي موجودة دي بتتفرد وبتطلع وباستخدم منها البرفانات اللي بتطلع بيجينا بقى في صورة منتج نهائي بقى أسعار خيالية برندات وحاجات يعني طبعا عالية جدا طبعا لو نقدر التكنولوجيا دي ننقلها هنا في مصر آه ياريه ونعظم قيمة نستفيد بالقيمة المضافة لهذا المنتج ما هي دي مشكلتنا برضو في الزراع للأسف يعني كسير من منتجاتنا الزراعية يتمت الزراع للخارج كما الدخان آه ومش الزراع بس في حاجات تانية كتير وبعدين تتصنع بره وترجع لنا في صور أخرى بأسعار عالية جدا زي القطن مثلا فياريت ياريت واحنا الحياة بقالنا سنين بنتكلم في الموضوع ده نستفيد بالقيمة المضافة لجميع ما حاصلنا الزراعية ياريت يبقى في حاجة أو حاجة مستثمر يكون عندهم الإمكانية نتمنى وحاجة مربحة جدا 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 ومضمونة وموجودة وعندنا الأيد العاملة وعندنا الإمكانيات والاستثمار مفتوح لأي مستثمر يعني يعني ما فيش أي عقبات يعني طبعا طبعا محصول القطن طبعا أخباره إيه بالنسبة القطن طبعا أنت عارف سمعليك المنظومة اللي تم تسوية القطن بها السنة اللي فاتت كانت منظومة ناجحة جدا وطبعا الأسعار وصلت يمكن 5700 للإمتار دي كانت أسعار خيالية خيالية ما كانش المزارعة توقعه والمحصول كان متميز جدا في العام الماضي ده طبعا طمع الناس شجع المزارعة المزارعة إنها تزرع والمساحة بتاع القطن زادت السنة دي على مستوى الجمهورية وعلى مستوى محافظة الغربية طبعا المساحة زادت عندي حوالي 6.000 فدان فعندي صنفين موجودين في محافظة الغربية اللي هو الجيزة 94 اللي هو الصنف التجاري القديم وعندي الصنف الجديد الجيزة 97 اللي هو الإكسار فعندي مركز المحلة كله منزارع بالصنف التجاري اللي هو 94 وباقي المراكز منزارعة بالصنف الجديد اللي هو 97 اللي حيخش إكسار عشان عايزين ننشر الصنف المساحة ديه المنزارعة عندي حوالي 18.000 فدان السنة ده طبعا بزيادة 6.000 فدان على الموسم ما طبعا الموسم الماضي شجع الناس إن هي تزرع تزرع والمحصول الحمد لله حالته جويسة جدا مسيطرين طبعا على كل الإصابات اللي موجودة في المحصول الإصابات الحشرية اللي موجودة أو إصابات مرضية كل المبيدات متوفرة اللي وزارة الزراعة بتبعتها في البرامج الدورية المستمر المعالجة بتاع تمام طيب هنتكلم على المكافعة لكن خلينا ناخد بقول المداخلات من الغربية المخرج الحياة بيبلغني كل التليفونات من محافظات أخرى يبدو الغربية الحمد لله مفهاش مشاكل لكن دي أول مداخلة من الغربية معنا محمد أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك الله يخليك محمد من أطور أهلا بيك يا أسي محمد الله يخليك يا أسي خالد لو سمحت يا أسي خالد عندنا مشاكل اليسمين ما بيطلع بناش عليك مقوي وعندنا لارينج زرعنا السنة السنة العدد زي من حضرتك عارف وشوفت انت بانيك وكنت شايف الوضعك في تسليم الأرنج فيه صجر كتير من جمعش السنة بعدت وعلى يده وانت كنت مشاهد المواقف ده في الجمعية في قطوب تمام تمام ديزنك يعني الحياة ديت والله والله احنا بينا بنبدأ اللي عنده إراطين ياسمين بيبدأ يخف منهم بالخمس ست صجرات واللي عنده أرنجي السنة ديشاله الحاجات ديت احنا مشهورين بيه احنا كده بنرجع لغارك فبعد يزنك يعني الحاجات الظهورية الأهم حاجة تسويق المنتج احنا عندنا الأرنجي السنة دي والله ما جمعناه من أصطاك وحضرتك عارف الكلام ده طيب خلينا نسمع رد الدكتور خالد فيه استفسار آخر يا أقم محمد لا يا أبو شكرا يا دبا واحنا بنشكرك وهتسمع الرد من الدكتور خالد هو طبعا يا حج محمد احنا طبعا الرنج من المحاصيل اللي تميزت بيها المنطقة زي محصول ياسمين تماما وابتدى المحصول ده نزرع في المنطقة يمكن من خمس ست سنوات وطبعا كان الكيلو ظهرت النارنج كان وصل 80 جنيه المساحات كانت محدودة وكانت لسه مش كبيرة أو بالشكل ده الناس لما سمعت عن السعر ده وطبعا ببصت لقي الفدان جابلوا 80-90 ألف جنيه في سنة بدأت الناس كلها تزرع النارنج زادت المساحة المعروض بقى كتير السعر قل السعر بقى ده ينزل بقى 40 بقى 30 بقى 20 بقى 15 السنة اللي فاتت دي كان 7 جنيه 7 جنيه بدأت الناس لما السعر انخفض بدأت الناس تشيل الأشجار بتاع النارنج لانه أصبح ما عادش فيه عائد وطبعا السنتين اللي فاتوا حضرتك كان جائحة كورونا وكانت فيه مشاكل في تصدير في تصدير الزيت عندنا زيت موجود داخل القرى شبرة بلولة والقرى المجاورة كميات كبيرة مخزونة عند التجار دلوقتي حاليا عند المصنعين بسبب عدم التصدير بسبب عدم التصدير فأصبح محصول سنة على سنة والمعروض كتير فالناس مش عارفة تصرف محصول الزيت اللي موجود فده طبعا مؤثر على سعر الظهرة بتاع الياسمين بتاع النارنج وده الناس بدأت تشيل الأشجار اللي موجودة وبدأت تدخل في محصيل تانية لأن العائد أصبح مميع عدش مجزي وإحنا لازم نوازن يا جماعة لازم ببقى فيه توازن مش كلنا نقل هو طبعا عاوز تسميت هو بتكلم على التسميت طبعا هنبحث نشوف الدنيا في إيه أنا أعتقد اللارنج مالوش دعم أو ليه مقرر سمادي دي أنا هتأكد منها وحشوفه بالنسبة للنباتات الطبية والعطرية الجداول بتاعتها إيه وإن شاء الله دخل محمد يجيلي هو بتكلم على التسويق مش التسميت التسويق ما هو التسويق ده هو المشكلة بالوقت هو المشكلة بالوقتي لأن المعروض كتير والسوق الخارجي ما بيقبالش وطبعا زي ما احنا بنقولنا ما فيش مصانع تشتغل في هذا المجال بحس يعني لو موجود عندنا باكونا احنا هنستطيع نطلع منتج نهائي ونبدأ نبيعه ونبدأ نعزم من القيمة المضافة بتاع هو رغم يعني معلش أنا بتكلم بمنتهى الأمانة رغم أن موضوع التسويق ده يعني ليس مهمة وزارة الزراعة بالدرجة الأولى احنا بنند احنا وزارة إنتاجة جماعة لكن المزارع علشان هو احنا المسؤولين عنه لما بيبقى عنده مشكلة في التسويق يلجأ لوزارة الزراعة عنده مشكلة في أي حاجة بيلجأ لوزارة الزراعة وعلى فكرة ده حقه وإحنا راضيين بده بس أنا أتمنى أن يبقى فيه يعني تعاون من كل الجهات يعني بين الجهات وبعضها الوزارات وبعضها مش كل وزارة شغالة لوحدها يعني احنا بننتج طب الوزارات اللي بتصنع ما تيجي تشتغل معانا الوزارات اللي مهمتها التصدير ما تيجي تشتغل معانا الوزارات اللي هي معنية بالتسويق ما تيجي تشتغل معانا يعني أنا مش عارف برضو إمتى الإشكالية دي تتحل لأن إحنا من سنين بنتكلم في الموضوع ده ووزارة الزراعة مظلومة في هذا المجال أنا بأكد وزارة الزراعة مظلومة في هذا المجال لأنه أي مشكلة في التسويق ما هو فعلا المزارع يقول لك طب ما أنا زرعت وسمعت التوصيات بتاعك وجبت أعلى إنتاجية طب أدي الإنتاج فيه ما هو عنده حق ما هو بيزرع علشان يكسب في النهاية ما كسبش طب أعمل إيه لكن برضو أنا عاوز يبقى فيه تنصيق دكتور خالد برضو المساحات يعني يبقى فيه توازن بس ودي على فكرة عادة زي البصل بالضبط البصل كله بيزرع بصل كله بيزرع بصل بصل المعروض بقى كتير جدا نيجي نسوق السوق ما بيستوعبش كل الكيميات دي لأن فيه دول طبعا منافسة معنا في سوق فما بقاش احتياجاتي مثلا خمسين ألف وازرع مية لأ وسعره كمان يقل في السوق الداخلي بيزقل في السوق الداخلي فما نوجه المساحة الزيادة دي المحصول استراتيجي زي محصول الأمح أنا محتاجه مين مين اللي يقول للمزارع هذا الكلام أنا برضو معلش يا دكتور خالد أنا ما هو أنا ساب المزارع يعني مين اللي يقول له هذا الكلام بنوجه مساحة البصل لا تزيد عن كذا هذا الموسم أن مساحة اللارنج المفروض ما تزيدش عن كذا بنوجه والله دكتور حامد بنوجه الناس ولكن المزارع بيبقى مختنع يقول لك أنا حزرع هي كل سنة بزرعها البصل دي كسبت خسرت أنا بزرع بصل ولن يقلع عن زراعة هذا المحصول إنما عايزين نعيد التفكير سبب هذه المشاكل دكتور خالد كلها عدم وجود دورة زراعية هي الدورة الزراعية ياريت أن احنا تعود الدورة الزراعية تانية أو يعني وبعدين احنا بقى فيه زراعات التعاقدية دلوقتي يعني المفروض اللي بيزرع زرعة بيبقى عارف حيودها فين ما هو أنا أتمنى أن فهذا الدور البديل أو الحاجة البديلة اللي موجودة على جميع المحاصيل وهذا المهم بقى دلوقتي بنجر السكر وأصب السكر وعندنا المحصول الكتان ده برضو من المحصول التعاقدية فولو الصوية عباد شمس والدورة الصفرة دلوقتي بقى دلوقتي بقى ده برضو نتعاقد والبيضة أصبح كل ده موجود محصول الأمح طبعا عارفين بنزرع وبنودي فين وبالمناسبة برضو معالي الوزير وعدنا في اللقاء أن حيتم الإعلان عن سعر محصول أردب الأمح سعر تسليم أردب الأمح للموسم الجديد يمكن في خلال الأسبوع اللي احنا فيه ده أو الأسبوع القادم على أساس برضو يبقى المزارع مطمئن وعارف أن السعر بتاع الأردب الأمح حيعلن عنه مباكر عشان يبقى عارف حيوضي زي ما حصل السنة الفات ده السنة دي حيبقى مباكر عن السنة الفات مباكر قوي كمان وده شيء الحقيقة جايد يعني نوسب لمعالي الوزير لأن فعلا لأول مرة يتم إعلان سعر توريد الأمح في الموسم الفات قبل الزراع وده شيء جايد وكنا بالنادي به كتير ما ينفعش أعلن عن سعر توريد بعد الزراعة بعد الزراعة أو قبل يعني الحصاد ده كلام مش منطقي خالص معما ما خلاص الفلاح زرع يعني يعني كده كده الموضوع منتهي لكن المفروض أقوله قبل ما تزرع السعر هيبقى كذا لأ معالي الوزير وعد أنه الأسبوع ده أو الأسبوع القادم إن شاء الله حيكلم الإعلان عن سعر توريد أردب الأمح للموسم الجديد اللي هو 22-23 معانا محمد من الغربية آلو أيها معاني الوزير أهلا بيك إزاك يا حمد بيه دكتور حمد أستاذنا الفاضل يا باشا أنا والله أنا لا حمد بيه ولا حاجة أنا يعني أخوكم ربنا يبريكي ربنا عزب تفضل أك تفضل إنت باشا إنت باشا لا يا حبيبي والله إحنا في خدمتكم والمقامة العلمية تعم عليك ربنا يخليك تفضل تفضل أحجي محمد يا أخي محمد تفضل 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 أحجي محمد أو حضرتك يعني بتشغل فين يا حجي محمد لا وطي التلفزيون واسمعني من التلفون عشان بس نتحور سريعا عشان الوقت هو حضرتك دلوقتي طبعا فيه اللي هو وزارة التموين مسؤولة عن عملية تسوير يعني حضرتك موافع على الكلام اللي أنا قلته يا حجي محمد طيب موافع على ساتك جميل الكلام ساتك جميل كلام ساتك جميل إن التسوير دلوقتي خاضح مثل الضراع الضراع ده تعالى خاضح التسوير في دوة إذنما الدكتور خالف وعلى صدقات فيه حجيات يقوم بالصراعي يعني أحيي العالم لا الصوت إحنا درنا در إنتاج يا حجي محمد إن إحنا بننتج ولازم إن إحنا نتعاون مع الجهات المسوقة سواء كانت وزارة التموين أو وزارة التجارة والصناعة أو قطاع الأعمال وحنحاول كلنا زي ما اتفضل 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 اه لا وطي وطي بعد إذنك التلفزيون واسمعني من التلفون بس ربقنا يا برشين نفل دكتور خالف تفضل تمام يا باش زي ما حضرتك قلت يا دكتور حامد بالنسبة كلنا لازم نبقى متعاونين لصالح المزارة فيه ستفسار تاني يا أخي محمد نعم قل لي فيه ستفسار آخر لا احنا بنشكر الدكتور خالف على جهوده المبدولة في وزارة الزراحة طيب تمام شكرا يا حج محمد واحنا بنشك واحنا بنشكرك على مداخلتك وعلى متابعتك للبرنامج بشكرك شكرا يا حج محمد الحمد لله يعني برضو أهلنا المزارعين متفاهمين وجهة النظر تمام بس احنا برضو قدرنا ان احنا نتحمل مسؤولات لا طبعا طبعا ما كله برضو لو اي مزارع عنده مشكلة ان احنا بنحاول حتى في موضوع التسويق بنحاول ان احنا يعني حضرتك احنا النهاردة هو ان احنا نبدأ نجني لقطن في نهاء في نص شهر تسعة اللي جاي يعني قدامنا شهر ويبدأ فيه تفتيح ويبدأ فيه شغل وجاني الناس النهاردة بتدور على الحلقات بتاع التسويق وبيجي لبتاع زراع يعني بيجوا لي ولولي احنا عايزين حلقة عندنا في الجمعية بتاعتنا او في القرية بتاعتنا عندنا كام الف فدان او كام فدان موجودين وعايزين اكتساعدنا في تسويق المحصول هل ان احنا حنتخلى عن دورنا كزراعيين او كناس مشهولين لا طبعا لا طبعا مش حنتخلى رغم المنظومة بتاع التسويق هي المسؤولة عن القصة دي ولكن لازم اقف في ريح الفلاحين بتوعي وفي ريح المزارعين طبعا ويكون سند ليهم طبعا وحاول اتواصل مع باقي الجهات بحيث ان انا احل المشكلة وحقق لهم امنياتهم ورغباتهم في ان احنا نسهل عملية التسويق اكيد لانه في النهاية عاوز يحس انه زرع وباع والمحصول داخل جيبه وده حقه وده حقه علينا حقه هو بيزرع عشان في النهاية يلاقي عائد يلاقي ربح يلاقي مكسب ده حقه حقه علينا كدهولا وحنا كلنا متفاهمين في النقطة دي الوقت الاسف يعني اوشك على الانتهاء برنامج شايق والقعدة مع عدرك شايقة جيدة ربنا يا خليجي وكتور خالد طمني على دوت الحج والله هو الغربية طبعا الحمد لله الامور مستقرة وطبعا فيه فرق استكشافية موجودة لجنة المبوط هل عملت حاجة في القطن؟ لا الحمد لله ما جاتش يا من القطن يلا الاسفات كلها متركزة في محصول الدورة اه والنسب عندنا في محافظة الغربية يمكن 3% من 2% ل 3% لن تزيد عن 5% بس فيه لجنة استكشافية اللجنة الاستكشافية موجودة والزملاء بتوع المكافحة في الوزارة وبتوع معها بحس وقاية النباتات زملاءنا وبننزل يوميا فرق شغالة وبتبدأ تجوب جميع مراكز المحافظة عشان لو فيه اي حاجة المبيدات بتاعيتنا الموصة بها من وزارة الزراعة موجودة في الجمعية الزراعية بحيث ان بنقول له روح الجمعية اخد المبيد وتعامل على طول فورا طبعا برضو بنوعي اهلين المزرعين من اللي هم بلاش ان احنا نزرع العروة النيلي بتاع الضرة لان طبعا هتبقى عرضة كبيرة للاصابة بدودية الحشد طبعا طبعا العروة اللي تزرعت في الموز في بداية الموزم الزراعة دي دخلت في مراحل النطج دلوقتي ومراحل تزهير اللي زرع متأخر شوية وفي مراحل حصاد النهاردة محصيل بتتشال عروات بتتشال فبلاش العروة النيل على اساس ان احنا برضو ما يبقاش فيه عوائل موجودة للحشرة وانها تستمر وتطول عشان ما خليش البيئة مناسبة للآفة طول الموز عشان ما تتنقلش المحصول الامحة في الموسم الشيطوين اللي قادم ونحد من انتشار الحشرة بقدر الامكان يعني بعض الانشطة بقى اللي بتتم في الغربية يمكن موضوع او دورات مطبق الموبيدات الاخبار طبعا احنا وصلنا للنسخة 34 تقريبا 34 دورة اه 34 دورة تم تنفيذها في محافظة الغربية وطبعا بصفة دورية على طول شغالين بنوعي كان فيه دورة الاسبوع اللي فات الاسبوع اللي فات الاخوة المتدربين اللي بيجوا على اساس يعرفوا طريقة استخدام الآلة بتاع الرش استخدام الموبيد النوعيات اللي موجودة ايه الموبيدات اللي هتستخدم في مكافحة الحشيش مكافحة الامراض مكافحة الحشرات درجات السمية بتاع كل موبيد ازاي هتعامل طريقة الرش يعني العمر اللي حيرش فيه اللي هتبقى الاصابة موجودة سواء كان حشيشة او كان حشرة او مرض امتى حيرش وقائي وامتى حيعالج يعني في صراحة دورة متميزة جدا والاخوة زملائنا بمعهد بحوث ووقاية النباتات المحاضرين في الدورة اسادزة متميزين جدا وعلى مستوى عالي وطبعا من الدورات اللي لها سمار اه طبعا طبعا والهدف منها خلق فرص عمل وده جهد تشكر عليه لجنة موبيدات الافات الزراعية برئاسة استاذنا كل شكر لأستاذنا لدكتور محمد عبنجيد والزملاء باللجنة يعني النشاط يشكروا عليه الحقيقة هل حضرك شفت فيه حد بعد ما خد الدورة بدأ يشتغل بالفعل طبعا فيه ناس بتبقى جاية وعندها الرغبة انها تعلم لانه بيزاول برا وجاية عاوز ياخد رخصة او يتعلم ودي شهادة طبعا بيمارس بيها المهنة اللي هو شغل فيها احنا على فكرة يعني برضو اللجنة قررت انه هتبقى الدورات دي بعد كده في المراكز وليس في مدرية الزراعة تمام بحيث ان انا اعمل توسيع لقاعدة ويبقى فيه عدد كبير من الشباب لانه اللي هشتغل في هذه المهنة ممكن يبقى في مركز معين وفي مركز تاني مش موجود فلازم يكون ومقدرش يجي المحافظة فانا انزل بنفسي على مستوى المركز ونعمل دورات هناك وفي كل المراكز اللي موجودة في المحافظات دي طبعا هيبقى لها فايدة عظيمة يعني ان شاء الله طيب باستعداد المحافظة للموسم الشتوية هو طبعا الموسم الشتوية طبعا عندنا المحاصيل الشتوية اللي موجودة اللي هو محصول بنجر سكر وبدأنا نزرح فيه طبعا العروة المبكرة النهاردة من 10 فيام أو 15 يوم المكان لب البطيخ ومكان محصول الدورة اللي هو تم حصاده مبكر وتعمل سلاج أصبح المزارع بيستغل الأرض على طوله بيخش بمحصول البنجر كمحصول شتوي اللي هو ناوي ان شاء الله يزرع قطن بادري بعد محصول البنجر فبيتحصت في شهر اثنين في شهر ثلاثة ويبدأ يجهز الأرض بتاعته استعدادا لدخول الموسم الصيفي اللي هو القطن البرسيم بقى طبعا على واشك إن شاء الله طبعا الفطر الأيام اللي جاء دي يبدأ من شهر تسعة يبدأ الانتاج الحيواني طبعا زي ما أنت عارف المحافظة بتاعتنا محافظة متميزة بالمشروعات الانتاج الحيواني والصروة الحيوانية وإنتاج الألبان وإنتاج الألبان والمشاريع دي كلها فطبعا محتاجين محصول علف أخطر وطبعا محصول البرسيم هو المحصول السائد في الشتاء وهو ده المادة الخضرة لنسبة البروتين فيها عالية وعندنا طبعا الأصناف بتاع مركز البحوث زي الهلالي وزي الجميزة والأصناف دي كلها أصناف متميزة في عدد الحشات وفي وزن الحشة المحصول اللي ناتج من الحشة الوحدة المساحات المزمع زراعتها بالبرسيم تعريبا يعني البرسيم يعني في حدود 150 لـ 200 ألف فدان من لأن طبعا والأمح الأمح من 130 لـ 150 ألف ده المستهتف بتاع محافظة الغربية طبعا بالنسبة للأمحة كل الأصناف طبعا الخريطة الصنفية الموزة بيها اللي حيتم زراعة هذه الأصناف في المحافظات واجبها حريق حنلتزم بيها إن شاء الله عشان الظروف الأصناف اللي انكسرت مقومتها للإصابة بالأصدواء حيمنع زراعيتها تماما زي جميزة 11 وزي جميزة 12 ومصر واحد ومصر واحد برضو حصل فيهم وانكسرت مقومته دي الأصناف دي كلها انتقلت للوجه الإبلي فحنلتزم وبنوعي أهلنا المزارعين إن لازم يلتزم بالخريطة الصنفية الموزة بها عشان يبقى فيه محصول عالي إن شاء الله ونحاول نحقق المستهدف بتاعنا ونجيب نقلل شوية من فطورة الاستراد أكيد طيب معنا وائل من الغربية ألو السلام عليكم السلام أهلا بحضرتك أهلا بيك طبعا أنا في المناجدة لحضرتك هتمنى أن نكون فيها شغول يا رب تفضل بس أعلي صوتك شوية طيب دلوقتي حديدك ومش ممكن نعمل زي محل أو حاجة محل بقى زي مانفز بيع مثلا مبيدات في الجامعات الزراعية الخيط اللي هي المبيدات اللي هي موطة بيها في أي محاصيل بقى موجودة في الجامعيات الزراعية على الأقل ما سيبقى جاي مش تركات وحاجة معتمدة بالنسبة لنا تمام إيه تاني طيب أشكرك والصفصار طبعا مهم جدا والصفصار جيد وأنا هسمع وجهة نظر دكتور خالد سريع هو بالفعل موجود إن شاء الله حاج محمد الجامعات الزراعية فيها كل المبيدات اللي هي وزارة الزراع خصصتها وخصوصا لمحصول القطن دي موجودة بصفة أساسية وفيه الإدارة العامة للتعاون الزراعي وبالتعاون مع الجامعية المركزية بيوفر كل المبيدات اللي خاصة بكل محصول والموصبية بحيث المبيد بييجي من الشركة على الجامعية الرأسها وده موجود داخل الجامعيات بس حضراتكم بتسيبوا المبيدات بتاعتنا في الجامعية وبتروحوا من القطاع الخاص المحلات الناس اللي بتلعب في المبيدات واللي بيبيع تحت والحاجات اللي مش مزبوطة بتسيبوا أن المبيدات تعدي تنتهي صلاحياتها في الجامعيات وبتروحوا وتشتيروا من القطاع الخاص فالمبيدات موجودة ومتوفرة في الجامعيات الزراعية فأنا بناشد حضرتك وأهلينا المزارعين أن كل المبيدات سواء كانت مبيدات حشرية أو مبيدات وقعية فطرية أو حشرية أو حشائش كل المبيدات دي موجودة ومتوفرة وحاجات مأمونة حاجات سليمة ما تلعبش فيها ما فيش تاجر قليل الضمير أو قليل الزمة فتح ولعب أو عمل حاجة مش كويسة أو الداك مبيد مش مناسب أو التركيزات بتاعته مش مزبوطة هو برضو دكتور خالد أنا عاوز أقول لوائل أنه موضوع الجامعيات الزراعية المسؤول عنه مجلس إدارة الجامعية مجلس إدارة الجامعية ده مجموعة من المزارعين اللي حضرتكم انتخذتوهم وهم على فكرة المسؤولين يعني هم ممكن يجيبوا مبيدات يجيبوا كذا ويشوفوا احتياجات أهل القرية فيه بالذات في مدخلات الانتاج المهمة ويجيبوا وغفروها في الجامعية هم بيطلبوا أنا بقول لهم دكتور حامد اكتبوا طلباتكم وأنا حلبيها آه طبعا بعلاقة حضرتك بالشركات وكل الزملاء اللي موجودين في المراكز وفي الجامعيات الطلبات اللي انتوا ومحتاجينها سواء تقاوي أو مخصبات أو مبيدات طيب طبعا بعثلي وأنا حنزلك الجامعية اللي انت عاوزه ان شاء الله آآ معانا آخر اتصال حسن من الغربية آلو السلام عليكم عليكم السلام السلام يا دكتور حامد أهلا بيك معك حسن راشد سعادتك من فانسويب أهلا بيك لو سمحت أبتور حامد آلو توضل لو سمحت انا يا دكتور حامد المرشدات الزراعية بيبقى عندك نسبة في الجامعيات مفيش حد بيطلع يعني من هنا من بنيسويف في قرية اتنينة ساعات ماتك نافيا انت من بنيسويف آآ يبقى ما فيش ساعاتك النسبة في الجامعيات مرشدين يطلعوا مثلا عشان القط ماشي حاضر يا عم حسن أنا هارد عليك والله حاضر حاضر يا عم حسن مشكلة كلنا يعني انت يعني انت بتكلمني دلوقت على مرشدين يطلعوا في القطن ومش عاجبك ان احنا بنتكلم هوت في جميع المحاصيل وانا بستضيف وبستضيف السادة وكلاء الوزارة في جميع المحافظات وبيتكلموا وكل برامجنا في قناة مصر الزراعية برامج ارشادية وتوعوية والحل مشاكلكم يا جماعة تابعوا فقط قناة مصر الزراعية هي هتكفيك عن كل حاجة ولا انت هتحتاج مرشد ولا هتحتاج مهندس يقولك خالص كل التوصيات الفنية لجميع المحاصيل هتلاقيها في قناة مصر الزراعية تابع بس قناة مصر الزراعية بدل ما تيجي بالليل وانت بتتفرج على قناة كذا وقناة كذا وفيلم كذا ومسلسل كذا وكلها حاجات تفهم الهاش اي قيمة استفيد استفيد وتابع المهم اللي هو هيفيدك في شغلك وفي حياتك تابع قناة مصر الزراعية وبناخد المادة العلمية الشهرية من قطاع الإرشاد الزراعي وبنحطها على فلاشة وبنحطها في الجمعية المزارع اللي رح يسل في السماد والقناة موجودة فاندام 24 ساعة ده برضو إضافة للقناة يعني بحيث المزارع الفترة اللي حيقعد نصف ساعة في الجمعية بنشغله البرنامج وبياخد الإرشادات اللي موجودة عن المحصول في حينه يعني للأسف بكتور خالد الوقت انتهى سريعا مع حضرتك وأنا سعيد طبعا بوجود سيابتك معايا والحمد لله محافظة الغربية واضح طبعا جهد سيابتك أنه ما فيش مشاكل ما فيش مداخلات كثيرة ده معناها أن الوضع الحمد لله مستقر وأنا متأكد من ده لكن أنا كنت سعيد بهذا اللقاء في نهاية هذه الحلقة عزيزي المشاهدين العساني اللي نتقدم بجزين الشكر للزميل العزيز للأساس دكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك دكتور حامد والأسرة دي البرنامج وكل سنة وحضرك طيب وحيك طيب الشكر أيضا لكم عزيزي المشاهدين على كرم المتابع والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرها اللهم أمين إلى أن ألقاكم غدا بمشاء الله لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم